حرة أخرى وقلت يا أخيّة الإخوان سيحملوني قالت لا يرحم والديك لا لا حد يقربني ماذا أقول لله تعالى عن جسمي لو لمستوا بالحرم قلت يا أخيتي ستموتين قالت الموت ترحم يا أخي لا تحطي ذك على جسمي أنا حرة لا تحطي ذك على جسمي قلت يا أخيتي ستموتين قالت الموت ترحم تركناه حتى أغمي عليها شالها الإخوان ركبت معها في السيارة أنا واثنين من الشباب وصاحب الإسعاف وصاحب الإسعاف يقول هذه صالحة لا تخاف عليها قلت ما من خوف لكن حالها يجعل القلب يتفطر فجلست على رأسها أقرأ شيئا من الآيات والله يا أخواني يسمع منها كلمات أحفظها إلى الآن وكأني أرى المنظر أمامي في ذلك اليوم مع بدو فجره ولا نرى منها شيئا والله ما رأينا منها شيء أبشركم أنها صالحة وستعلمون الآن ماذا ختم لها به ما إن وصلنا ونحن في الطريق وهي تردد اللهم أنك تعلم أني ضعيفة يا الله انترحمني اللهم أنك تعلم أني ضعيفة يا الله انترحمني وتردد لا إله إلا الله وصلنا المستشفى أخذنا المرأة حملت وضعت على السرير قال الدكتور المرأة إن جت فتلك مننا من الله تعالى حسب ما ذكر لنا قلت لماذا قال يكاد أن تكون الكسور عامة جميع الجسد لا تنسون يا أخواني أن الباص قذف بها من مسافة بعيدة فسقطت على الأرض بكل قوتها ذكرناها بالله فبكت رحمها الله تعالى قالت أسألكم بالله من يستطيع أن يصل إلى أبو محمد فليفعل أريد أن نودعه ونلقي عليه السلام صدت عن المرأة وأنا أبكي ماذا أقول والشباب من حولي أصبر واحتسب يا فلا قد مثل هذه والله نفتخر بها نفتخر بها مثل هذه فوقفت على رأسها ثم خرجت ومعي الدكتور ومعي الإخوان لعل الله عز وجل أن ينقذها بدأت نبضات قلبها تسرع وبدأت تنفس يضيق ننتظر حتى يصل زوجها في تمام الساعة التاسعة والنصر سباحا وصل الزوج دخل المستشفى وهو يردد أين العفيفة أين الصالحة أين المؤمنة أين القائمة يا أخوان أنتم ما تدرون والله ثم والله أنها ما تترك قيام الليل أبدا والله لا تخلد إلى فراشها إلا بعد أن تقوم لله ما شاء الله لها قل تعالى فأمسكت بيده ومسحته على صدره وقل تصبر واحتسب هذا أمر الله هذا أمر الله ويعلم الله أني أنا بحاجة لمن يصبر وصبرت الرجل فدخل الرجل رأيت منظر من أروع المناظر التي ما رأيتها في حياتي رأيت منظر يجعل والله أصحاب القلوب تتحرك دخل الرجل دخل الرجل فأتى إليها ثم سلم وردت السلام فقالت اقرب اقرب يا أبو محمد ود ودعك فقرب الرجل وأمسك بها ثم ضمها إلى صدره ضمها إلى صدره ضمة المحب لحبيبته وقال يا أمو محمد ابشري أنت على خير قالت يا أبو محمد لا تظنني أخاف من الموت أنا ما أخاف من الموت لكن أمانة أولادي الصغار إن سألوا عني فأخبرهم أني أن تضرهم بإذن الله في الجنة تركها زوجها قليلا ثم عادت فقالت يا أبو محمد أسألك بالله سامحني سامحني فالله يعلم أني ما خنتك والله يعلم أني ما قبلت أحد منهم أن يضع يده على جسمي فتكفى يا أبو محمد لا تروح أنت غاضب فأخشى أن الله يمنعني من الجنة يا أبو محمد وهي تبكي ثم ضمها مرة أخرى إلى صدره فقال أبشر يا أبو محمد يا أم محمد أنت العفيفة أنت المصلية الذاكرة قالت اللهم اللهم يا رب السماوات أسألك يا إلهي أن تحسن خاتمتي وأن ترعى أولادي فوالله ما أملك من الدنيا أغلى منهم ثم ضمها إلى صدره مرة أخرى والله إني أرى الموقف يا أخوان وأرى دموعه تنهمر وهو يبكي ويتحسر ولكن ما إذا يملك الله أراد هذا الله أراد هذا ثم ضمها الثالثة وبكى والله حتى أبكان قال يا أم محمد الله يعلم أنك تصومين وأنك تقومين فأبشر والله الذي لا إله غيره إني أشهد لك بالجنة فكنت نعم المرأة فبكت رحمها الله تعالى ثم قالت يا محمد يا أبو محمد أقل الأولاد السلام والله إني في خير وأراء ناس قد أقبلوا عليه فلا تحرمني لذة الجنة يا أبو محمد يا أبو محمد لا تحرمني لذة الجنة فبكت رحمها الله بكاء عظيما ورددت اللهم اغفر لي وارحمني اللهم إنك تعلم أني ما خذت ولا عصيت فارحمني ويا ربنا عهدتي الأولاد أبو محمد فاضت روحها يا إخوان وهي تردد لا إله إلا الله فاضت روحها وهي تردد لا إله إلا الله موقف في حياتي ما رأيته هذا الموقف والله لو تعمل كل واحد منكم كيف نفارق الدنيا بذنوبنا ماذا نقول هذه امرأة خرجت بلا إله إلا الله أنت كيف ستخرج من الدنيا فاضت روحها وهي تردد لا إله إلا الله كم من لسان سيتعثر عن سكرات الموت كم من روح ستتردد حين خروجها هذه خرجت والله قد رحمها والله إني أراها وهي تبكي مشتاقة إلى الله أما نحن نشتاق إلى من خرجت المرأة روحها وهي تردد لا إله إلا الله والشباب نقف على رؤوسهم ونردد لا إله إلا الله أحدهم يدفل على وجوهنا والثاني يسبنا والثالث يغني والرابع يسب الله جل جلاله كيف يكون لقاءه مع الله تعالى هانت عظمة الله في قلوبنا فهنا عندنا ظن هانت عظمة الله في قلوبنا فقرض أرواحنا ملعونة ولكن والله إنها عبرة وعظة إن كنت تريد نفس خاتمة محمد فاتق الله في سرك وعلنك والله إني أذكر ونحن نحملها تبكي تقول اتق الله نزل يدك اتق الله نزل يدك هذه امرأة صالحة ما تقول من خلعت الحجاب ما تقول من فتنت الرجال لكن أسأل الله أن يرحمنا ويرحمها وأسأل الله أن يجعل قبرها روضة من رياض الجل وأن يحشرنا بها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يحسن خاتمتي وخاتمته وأن يحسن خاتمة الجميع رجالا ونشاء الله أعلم هذه القصة المحتصة أكرمني ربي بصبري أمشي بجناني وبقصري أكرمني ربي بصبري أمشي بجناني وبقصري مدللة مسموع أمري نسمات تلعب ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرصاني حولي ترقبني نزم آيان قربا من صوتي أنها لي تجري من تحتي وتكلم من شوق صمتي أرصاني حولي ترقبني تزم آيان قربا من صوتي كم كانت تخشى وتصابل كم كانت تخشى وتصابل كم قامت تدعو فجزاها حلل وحدي وأساول حلل وحدي وأساول ترجمة نانسي قنقر شكرا